أحيت مختلف الطوائف المسيحية في العراق الذكرى الحادي عشر للجريمة النكراء والمجزرة الأليمة التي وقعت في كاتدرائية سيدة النجاة في بغداد والتي أودت بحياة نحو ستين عراقياً وسقوط عشرات الجرحة خلال هجوم نفذه إرهابيون على الكنيسة وقام المواطنون بإشعال شموع وإلقاء كلمات يستذكرون فيها الضحايا الأبرياء الذين سقطوا في ذلك الهجوم وقد فتحت الكنيسة أوابها أمام الزائرين لمشاهدة صور الضحايا والاطلاع على قصتهم التي تم توثيقها كذلك شارك ناجون من الهجوم الإرهابي في تجمع أقيم في الكنيسة الحزينة وكان قداسة البابا فرانسيس قد أحيى قداساً في سيدة النجاة خلال زيارته الرعوية إلى العراق في الخامس من شهر أذار الماضي وقال في عيضته أحمد الله أنه مكنا من اللقاء في هذه الكنيسة التي سالت فيها دماء إخوة وأخوات لنا